لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أك رد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا رحبكم أهزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة يجب استتابة ابن حجر احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت في مجموعة فتاوي بن باز عرض لنا أن الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السلف قالوا أن اللي بيقول بالتفويد ده بيعتبر من المبتدعة ليه؟ لأن معنا كده الله يكلم الناس بكلام غير مفهوم من معنا وأخدنا مثل على كلام ابن حجر نتيجة التفويد النفي لما قال وليس العرش بموضع استقرار الله وشفنا الشيخ الحزمي بيقول أن من أكر عليه الزات فهو كافر وليس بمسلم لأن ده بيخالف الكرآن والسنة والإجماع والفطرة والدليل العقلي البين ولا ينكر عليه الزات إلا كافر والأشعارة بينكره عليه والله بزيته على العرش والشيخ البراك أكد لنا أن النفي ده بيعتبر تجذيب لله ولرسوله وللقرآن كمان اللي ذكر فيه الاستواء في سبعة مواضع واللي بيقول بالتفويد هو مسحب الجهمية والموتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة وحالة النهاردة هنشوف اللي بيقول بالتفويد محكم عليه بإيه عند أهل السنة هنشوف الشيخ صالح الشيخ سليمان بن نصر العلوان هيقول إيه وبعدين نرقان على في خلاف الحافظ ابن حجر فإنه شرح الكتاب على طريقة الأشاعرة إنه شرح الكتاب على طريقة الأشاعرة ولذاك هو يؤول كثيرا من الأسمى والصفات ويجري في ذلك على طريقة الأشاعرة وفي مواضع من صحيحة ينكر علو الله على خلقه وهنا شوفنا الشيخ صالح ابن نصر العلوان بيقول وبيأكد إن ابن حجر شرح البخاري على طريقة الأشاعرة وإحنا فهمنا إن الأشاعرة من المبتدعة وإنهم خليط من العقائد مختلفة وبيقول إنه ابن حجر بيأول كتير من الأسماء واستفات على طريقة الأشاعرة وإنه بينكر علو الله على خلقه ودي طريقة الأشاعرة وشوفنا كمان وبنشوف كمان ابن تيمية بيقول إيه عن جزء واحد فقط من كلام ابن حجر هنا في الاستواء خلينا نشوف فين في مجموعة فتاوي ابن تيمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والصفات بيقول وقال محمد ابن إسحاق ابن خزيمة إمام الأئمة من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بيئن من خلقه واجب أن يستتاب فإن تابوا إلا ضربت عنقه ثم ألقي على مسبلة لأن لا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الزم وهنا بتلاحظ إن من لم يقل إن الله فوق سمواته على عرشه بإن خلقه واجب أن يستتاب في إنتاب وإلا ضربت عنقه يعني إيه؟ يعني في حكم المرتد ثم يلقى على مسبلة لأن لا يتأذى به أهل القبلة ولا أهل الزم ده نفي الاستواء بس بدون تجذيب الله وتجهيل الرسول وتجذيب القرآن وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت اللي بيقول بالطفيت هو تجذيب للقرآن وتجهيل للرسول واستطالة الفلاسفة وإشان نعرف حكم اللي بيكذب الله ورسوله خلينا نروح لكتاب دروس في العقيدة يقول كده الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة له أنواع وأمثلة النوع الأول تجذيب الله ورسوله أو تجذيب أحدهما الثاني تجذيب بعض ما جاء عن الله أو بعض ما جاء عن رسول الله يعني إيه؟ يعني ابن حجر وقع في الاتنين النوع الأول والتاني تجذيب الله ورسوله وتجذيب ما جاء عن الله يعني ابن حجر يعني معنى كده يعني كلام ابن حجر هو كفر أكبر يخرج من الملة بس ابن حجر مؤمن ومسلم أعف الله عنه زي ما بيقول الشيخ البراك دايما والمفاجأة إن ابن حجر مش بينفي وبس لا بيقدم دليل على النفي يعني ابن حجر بيفوض ونتيجة التفيد النفي وعشان يقول إن النفي مسهب صحيح يقول إن الحديث اللي جاي دليل على إن النفي هو المسهب الصحيح يعني كمان ابن حجر بيستخدم حديث البخاري عشان يثبت كلامه ويثبت إن مسهبه صحيح وفي الحقيقة إن مسهبه هو مسهب الكفر والإلحاد وبيستخدم البخاري علشان ينشر كفره والشيخ صالح ابن النصر الليلوين هيقول لنا كلام ده في الفيديو كاين نسمعه مع بعض وفي مواضع من صحيحه ينكر علو الله على خلقه كما في كتاب الطهارة حين ذكر قوله صلى الله عليه وسلم فلا يفسق أن أحدكم قبل وجه فإن الله قبل وجه قال هذا في دليل على من زعم أن الله فوق عرشه مستوى فوق سماوات مستوى على العرش بذاته وهذا قول الجهمية وهذا قول الجهمية فقد دل الكتاب والسنة والفطرة والإجماع القطعي الذي عليه الصحابة والتابعون لأن الله جل على فوق سماواته مستوى على عرشه والقراء الصريح في هذا ولا ينزع فيه إلا من اجتلته الشياطين عن فطرته الله جل وعلا يقول للرحمن وعلى العرش استوى وأن أبي حين يسري به يسري به إلى الأرض أو يسري به إلى السماء يسري به إلى السماء السالة التي فيها الله جل وعلا والملائكة حين تعرج تعرج إلى الأرض أو تعرج إلى السماء تعرج إلى السماء وأن الله فطر العباد لسأل إلى الصلاة والشرف على رأسه إلى السماء والنبي صلى الله عليه وسلم في أعظم مجمع حضره الناس وذلك يوم عرفاه وقال حضر هذا المجمع أكثر من مئة وأربعة وعشرين ألفا كان يرفع بصره إلى السماء ويشير بصبعه إلى السماء ويقول اللهم مشهد اللهم مشهد هو ليستشد السماء إنما يستشد من فوق السماء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للجارية أين الله قالت في السماء أين الله قالت في السماء فقال اللهم من أنا قد أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة جعل إيمانها بعلو الله على قلقه أو جعل إيمانها بعلو الله دليلا على صحة عقيدتها لذلك أن الله جلعلا فوق سمواته مستوى على عرشه زي ما شفنا كده الشيخ نصر بيقول على ابن حجر إنه في مواضع صحيحة بينكر علو الله على خلقه زي كده ما جي في كتاب الطهارة إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وكه فلا يبسق في قبل وكه وإن ده دليل إن الله مش في السماء والشيخ بيواصل إن ده قول الجهمية واستشهد إن ده الكتاب والسنة والفطرة وكمان الإجباع القطعي إن الله فوق سمواته ومستوى على عرشه وقال إن الكرآن صريح في هذا واستشهد بالآية الرحمة على العرش بالآية الرحمة على العرش استوى وإن الرسول أسر يبيه إلى السماء السابعة التي فيها فيها الله والملايكة حين طارج إلى السماء وممنوع كمان إن المسلم يرفع بصر إلى السماء لما يجي يدي وإن الرسول يوم معرفة كان بيرفع بصره إلى السماء وأشارة بأصبعه إلى السماء وكان يعني يقول اللهم اشهد واستشهد بحديث الجارية اللي سألها أين الله راح اتقالت في السماء فأعتقها لأنها مؤمنة كل الأدلة دي قدمها على صحة عقيدة أهل السنة وقال إن اللي بينازع في الموضوع ده استفردت به شياتين وطبعا كل الكلام ده بينطبق على ابن حجر استفردت به شياتين ونروح لنص الحديث نفسه ونشرحه في سحية البخاري كتاب الصلاة بواب استقبال القبلة باب حق البزاق باليد من المسجد بيقول كده عن أنس ابن مالك إن النبي رأى نخام في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤية في وكه فقام فحقه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فلا بزقنا أحدكم قبل قبلتهم ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم أخذ طرف ردائه فبسق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا وهنا ابن حجر شرح الحديث بيقول إيه بيقول كده وفيه الرد على من زعمه إنه على العرش بزيته أي حديث إن ربه بينه وبين القبلة وإحنا نشرح الحديث بشكل سريع إن النبي رأى نخامة في القبلة يعني الرسول دخل المسجد فشاف نخامة في جدار المسجد والحاجة دي ديئة الرسول فحكي نخامة بإيده وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين القبلة فابن حجر رح علق الحديث وقال وفيه الرد على من زعمه إنه على العرش بذاته يعني إن حجر بينفي إن الله على العرش بذاته عند ابن حجر الله بذاته بين المصلي والنخامة المهم إن ابن حجر بيستدل على إن الله ليس فوق العرش بهذا الحديث ودلوقتي كمان هنشوف الشيخ البراك هيقول إيه الشيخ البراك في تعليقه رح قال وقوله فيه الرد على من زعمه إنه على العرش بذاته إلى آخر الحديث هذا صريح في أن الحافظ عفى الله عنه ينفي حقيقة استواء الله على عرشه وهو علوه وارتفاعه بذاته فوق عرشه العظيم وهذا مسهب المعطلة من الجحمية إحنا هنا لاحظنا كلام الشيخ البراك بيقول إيه الحافظ عفى الله عنه إزاي الجحمي والشيخ البراك يقول إنه عفى الله عنه طب كمان الجحمية عفى الله عنهم حلينا نعمل ملخص لحلقة النهاردة إحنا نهاردة شفنا الشيخ سليمان بن نصر العلوان أكد إن ابن حجر بيشرح البخاري على طريقة الأشعارة وإنه بيأول كتير من الأسماء والصفات وإنه بينكر العلو وقال إن اللي ينازع في الموضوع ده استفردت بالشياطين وابن تيمية قال من لم يقل إن الله فوق سماويته على العرش بيأت من خلقه واجب أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربة عنقه ثم ألقي على مسبلة وابن حجر علشان بيستشهد بصحة مؤتقده وهو الإلحاد والكفر اللي أثبتناه رح قدم حديث إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو أن ربه بينه وبين القبل لو الشيخ صال سليمان بن ناصر العلوان رح رد على ابن حجر بأشياء كتيرة منها الرحمن على العرش وستاوى وإن الرسول أسري يبيه للسماء السابعة التي فيها الله وحديث الجارية اللي سألها أين الله قالت في السماء فأعتقها لأنها مؤمنة وكل الأدلة الذي قدمها لصحة عقدة أهل السنة والشيخ البراك قال إن اللين في حقيقة الاستواء على العرش مسهب المعطلة من الجهبية وتابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف رد رد باقي العلماء على الحديث ده وفساد معتقد من حجر أتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ونعوب بين عقل المسا ترجمة نانسي قنقر